من سنين ويا الله أرحى ومبتداء من تحت من جوة ومن فقر وعمل البيت والعيلة دي وإحنا مكملين وراه مكملين في القسس والقوانين اللي حطها للعيلة دي لا فيش ورس ولا بيوت كلنا ببيت واحد الكبير هو اللي بيديري الشغل وبدي كل واحد حقه ومرتبه أول كل شهر أبوي أعمل كده عشان كان عايزنا كلنا نبقى كتف كتف طول ما فينا الروح بابا ما اخترنيش أنا بالذات عشان كبير قياله بس لا اخترني عشان أنا الأصلح كل واحد بياخد حقه بس ده ويصني بعد ما قابل وجه كريم لا يا حج أنا شايف ان انت تروح للدكتور وبعدين ما نتكلم في الكلام ده كله يا دكتور انت كتر عمرهم رايحوني قصر الكلام وراء المحلات والشغل والبيت ومصارفكم والمرتبات كلها تبفيد فاروق فاروق هو اللي هيبه من بعدي فاروق هو اللي هو ده الكرسي ده واللي يقوله يتنفس على رعاب الكل ربنا يطول في عمرك يا حج انت ليه بتقول كده أنا خلصت كلامي لما أغزم عليش حاجة مش معنا يا فاروق عشان دراعه اليمين اللي بنفسه كل الشهر يا شهر أنا كده كده مش عايز حاجة بالنوك وانتكلم في حق إخوتي أنا صعبان علي بس ما صرم وفي ايه دو عز يا فاروق وما قاله فاروق يا ابن عمي خلاص ما بقاش عاجبك فاروق دلوقتي لا مش دلوقتي فاروق ده من زمانه انت عارف ليه أنا أقولك ليه عشان أنا هكدع منك وما سبتي شابوك يشتغل بطوله زي ما انت عملت إيه انت كدع مننا يا فاروق يا رأيه يا رأيه يا رأيه هتخلوا قد عمي ولا ايه صلى على النبي يا سينة علشان نعرف نتفاهم مفيش تفاهم يا عمي خلاص أنا شفت كتير قوي بضلت ساكت بس الحد كده وكفاية وانت فاهم هنقصدي علي ايه سيبونا الراحدي انا طب يالله اياه يالله فاروق معايا يالله يالله تعالى على اسم المصطفله خير يا جميع في ايه عبد الحميز صوتهم علي كده ليه خير ان شاء الله كل خير طب طمني بس محمود كويس ست ما تقلقش مفيش حاجة هو في ايه هو ياسين كم بيزنها عليها يا يحي الحاجة طب كل حاجة باسمها فاروق ايه يعني ايه ليه محمود عمل كده لا محدش عارف ليه بقى وياسين جوا معايا بتكلم نشوف ايه اللي هيحصل طب ادخل له لا 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 مالوش لازم علالي الدنيا علع جوا وياسين شاكري متعصر بالجامد سيبي لحاجة اتكلم معايا بمعرفته ماهو ما كانش ينفع ناسيبهم دلوقتي لوحده خلاص خليكو انتو نعوت وانا هتخل الملبخة واطلب حاجة للحاجة تروق دمه كده وانا هتخله خليكو خير خير ان شاء الله عليكو خير تعايف سيب تعايا بني تعال ربنا اهديك انا مش فاهم انت عايز نموت من العير ما سيب لي الايدي كبير انت عايز نموت ولما انت عايز سيب لها كبير بتركي فاروق على ولادك يا حج انت لو رايد مني كنت خدتي مكانه انت اللي بعدت انا بعدت من زمان اول لما شفت وعرفت اوح في السفية لو عايزت بقى كبير انا ممكن غير الرأسية هو يا حج بس انا لو هبقى كبير انا ههد كل اللي انت عملته هبدأ من جديد تهد ايه يا مجنون انا بقالي 30 سنة بابني في العيلة دي من يوم ابويا ما مات وانا شغل زل الطف في الساية لو نمت بنام عين مفولة وعين صحي عشانك وعشان اخواتك وعشان اعمامك ومرطاتهم مش بخلنا حدي محتاج حاجة نزلت السمان كلها بتحلب باسم الرفاعي وولاده اللي خيرهم بغير عيد دنيا والت جاء النهاردة تقول لي عايز تهد اللي انا عملت انا وعيلتي عايزنا موت وانا بشوف كل اللي اعملته بيتعد وانت باليته ازاي عني يا حج ما من المخدرات والفلوس الشمال والاثار هو ده الورث اللي عايز سيبه لعيالك بعديك ايو بس انا انا منعت المخدرات بعد جدك الله رحمه ما مات والمساخيتي اللي بنلاقيها دي رز بالليه في ارضنا وفي ارض ما عارفنا يعني لا بنسرع حد ولا بنقتدي على حقيقة حد ولما انت مقتنع قوي كده ما خبش اغلك عن اللي حواليك ليه بحج بحج عمرك فكرت لو امي واختي لو عارفها هيحصل ايه ولا خاص زابط المحترم ده اللي هتفدح ويخسر شغله ومستباله ودعب بسببك دي هتبقى فضيحة بحج ده انا بستحرمكوا باللقمة في بيتك وانت اللي معلمنا نركعها ازاي لأ وانا اللي جاي النهاردة فاكر انت هتقول لي نظف الفلوس الحرام وعيش انت واخوتك بفلوس حلال وانت بقى يا حضرتك عملت ايه لنفسك عشان تيجي تقول لي عمل ايه ولا ما عملش ايه ها كبرت على ابوك يا اسي ها صحيح ما انت بن امك وما الهم يا حج بلاش امك مراتك مراتك فين دلوقتي في حضن راجل تاني ما يصحش الكلام ده يا حج مراتك ثابتك وانت دار وراها في المحاكم زي الولاية عشان ترجع بنتك ومش عارف وانا لما نقول لك اتجاوز تاني تقول لا تفاكر انها هترجع لك بعد ما ترامد في حضن راجل تاني يا خلفة العار وانا اللي كنت تفاكر نفسي بيخلف راجل هتساند عليه بعد ما موت انا راجل غزبا عن اي حد يا حج اخلص اتع برا انت راجل ولا با لك حج با لك حج باي 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 لا لا كده ماينفعش ابوك تحبان جدا تحبان بجد مش حمل العصبية دي يا يحيا انا هتخلوا لا خليكي هتخلوهم انا اشتركوا في القناة موسيقى 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 مراحمة ابويا لقتلك يا سين زي ما قتلت الراجل اللي كان لها مكتفي من خيره حت موسيقى موسيقى المترجم للقناة 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 والعكاة المترجم للقناة الله يسلمك يا شفشأ الشفشأ ده الرجولة كلها أيها طب خليك مكانك عبقى تغلك دلوقتي أمان يا أخي حبيبة بص هتروع مع أمو شفشأ هوريجي مفاجأة كبيرة قوي لا تعال معايا مش هينفى حبيبتي ما تخفيش قادينا عمو شفشأ ده صاحبنا جدا من زمان ما تلاقيش ها يلا روحي معا حاضر حبيبة عمو شفشأ هتجيبلك حاجة حلوة ها يلا روحي معا عشان بابا عايز يعمل كليفون بس خلي بالك مانا ها بقى بتعوده رعيب تعالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قريبت حبيبة ما هي انت هنا؟ تتكويسة؟ هي دي المفاجأة؟ يلا بنا لازم ننشى حالة يله لا يا سين هنا الثاني هيجي معنا حبيبة يا سين مش جاي يلا بينا هننشى وهي فهمك بعدين يا سين بيكتبش علي اسمكي تقنى على شكة حبيبة لا يا سيني.. يا حبيبا يلا يلا يا نهروةسود زي ما أنتو قلت بالضبط يلا يا سيني يازم نمشي حالا ياسيني يا سيني يلا يلا مفيش وقت يلا يا سيني أبو أفوز مش سنييننا بالتاكسي هناك اقول أيها هند؟ أيها يا سين للدرجات التكايني يا هند؟ والله منى يا سين والله منى صلاح هو اللي قال لي فاروق وفاروق هو اللي بلغ عنك يا سين اسمعني فاروق طرد عائلتك كلها من البيت حتى رؤية وطنط يا الله يا سين لو نتحرك ناش دلوقتي هنروح في ستين داهية فين هاريسود؟ احيان نشوفه ونرجع على السفح داني ونروحه فين دلوقتي؟ هنتحرك دلوقتي بنفوز منه بنروح في أي داهية وتت فين يا فاروق؟ قطلواَغلي يا فاروق انت فاكر المالتجية اللي انت كبقب لي برا حيخوفوني؟ ش ش ش صوتك ما يعلياش وانت في بيتي فين خالدي واخواتي يا فاروق؟ تردتهم زي ما حطرتك دلوقتي عالم لا دا انتك جنين мир انتك الله تعرف لو ابياء كان عايش كان يعمل فيك قال قاتلك كان قاتلك ودافلك مسرتك عشان ساعدتي اللي قتل أبوكي ياسين مقتلش وانت عارف ان ياسين عمره ما يعمل كده ممكن انت اللي عملت كده ايوه انت خلصت منه وبعد ما خلصت منه طردت عياله وامراته يا واطي اوه 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 اللي انت بتجربني ايوه ام اجربك وكلمة تانية حاقتلك حاقتلك يا جمالات وتغري بالليلة دلوقتي تبلغ إخواتك تقول له بيجازوا لدفنة أخوهم يا الله اوه مالش يا جمالات ديكوي ياسين مابلاش تدخل عشان خطي يا دكتر يا سامي مش هنفع هلازم اشوف فاروق ما هو عارف ان اتجاي يعني اكيد ما امن نفسه ما تليش باسين انت اللي جابك هن لازم تمشي من هنا حالة ان ده فاروق جهو او الحالي في الاقتلك مابيش حد يموت انا هتفاهم معاه تتاهم عميدة انت مش فاهم حاجة ده دجان دماغه طارت خلاص يا ستي ماتليش انا هتصرف يلا انتوا بتكلوا عالله يلا جمالات بسامي اخوتي ومشي يلا سامي في المكان اللي قلتلك علي يلا بقى جمالات يلا سامي يلا انا هتصرف يلا بقى جمالات انا هتصرف يلا بقى جمالات انا هتصرف يلا بقى جمالات السامي بسلو بسلو كويس بسي الابوك اللي قتلت بدم بارد بنادم بقولك ما قتلتوش بطل شغل الجنة اللي في دماغك ده خلينا نحط إيدنا في إيدنا بعض ونعرف مين اللي عمل فينا كده اليد يدي أقطعها أقطعها بما حطها في إيد واحد وسخ زي وفي حد وسخ فينا يبقى أنت من ساعة ما اشتغلت مع بي في شغل الشمال أنت عمرك ما فكرت تقولك فيها لحد كده حاج بس عرف ليه عشرة طمع عماك زي ما عماها يبقى مين اللي فينا وسخ يا فاروق أنا وباية طول عمرنا في بينا مشاكل بس كان بيقدرني بيحترمني بيشوفني كبير حتى لو ما قلهاش عرف ليه عشان رفضتها بقى مرمطون رفضت الفلوس الحرام علي وعلى بنتي اخرص مش عايز أسمع منك كلمة تانية اخرص فاتخت بينا يا فاروق لحد كده رجعهم يا أخوتي البيت النهاردة قبل بكرة أحسن لك ولو ما رجعوش هاتلك وهي بسجن بسجن يا فاروق قتلت ليه يا سين عشان فضلني عليك ها ولا عشان قالوا قدامك كل إنه بيقصد فيه أكتر منك يا بناده ما قتلتوش بقولك رجعهم يا أخوتي بيتهم يا فاروق ويصدر الشر يا ابن عمي أصدق بيتي بيتي اللي بوت كتبه لي بيع وشرة بيع وشرة؟ من أمتى والمرمطون عنده بيت؟ انت مكرر الطعم بيك كان عايز يجيبني بيها فاروق تعري بعد ما خرجتو كلكم من مكتب جاء لي يا سين لو عايزه بقى كبيرة خليك الكبير ربطل لها وهي دي الحقيقة اللي انت مش عايز صدقها الحقيقة انك قتلت بوك واني هاخد بطاره دلوقتي انا عايزك تبطل نفتح انك وقت نهيب عشان هيجيبي اللي اعمل كده فوقي بعدين هيجيبك شادلها يا سين لأ الحقيقة ابن عمي اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ملوتي فاروق خد مني التليفون عشان كان عايز يوصل لك بس ما تقلقش ان شاء الله همك ويا سيد هيروحوا فين يعني وانا اول ما اوصل لهم او اعرف اي اخبار عنهم ما هكلمك على طول طب انا هكلمك ازاي انت كمان ما معكش تليفون انا معايا تليفون يا اختي هبقى ديك نمرت وكلميني عليها يا سين خلي بالك من نفسك فاروق اكد مبلغ الحكومة كلها عنك وبيدوروا عليك طميني وحتعمل قوات روح فين ما تقلقيش علي انا هوادي مكان لحد يسألوا انت مين ولا اصلك ايه عم شافعي الحمدلله على السلامة يا دكترا انا مش عايز اكتقلها خالص انت هنا مع سامي قراراتي عن السيطرة كلها ايه القرارات دي كمان لما اسمي شوريت في المنطقة هنا قرارات اكملني يعني باخد القرارات عن الناس كلها وكذا ايه امو سي سامين عايز اعرف حاجة دماتها طلعيني بيتكو ازاي وتقعديني في وسط اهلي يا اخي ايه بقول لك ما سيطرة يا سامية تعالي هات قولي لهم انا مين يا سامية اعرفكم سيد دكتور سليم جوزي جوزك مين ما شاء الله الله و اكبر دكتور حتة واحدة بس انت يا بيت تمكلماني من كام يوم وما جبتليش سيرة انك اتجوزتي بعدين ياما بحكيلك بعدين المهم يعني احنا جاي نوض عندكم كام يوم كده لحد ما شايتنا تجهز ان شاء الله ها وماله يا أختي ما تقعدوا وإحنا في ديك الساعة لما الناس بدكتور ده أنا حمشة فاشخر بيه قدام نسواني الحرة كلها لا سنت كل مغزة وانا مش دكتور دكتور قوي يعني أنا يعني مساعد دكتور ممرض يعني تمرج يعني أهلب كتير ها تكنيلا فقرية زي أمك هو ده اللي همك يا أمه بيتك غابت غابت ورجع لنا بمصيبة خديه ورجعي مطرح ما جيته يا كبدة أخوكي اخسع ليك يا كنة عايزة صغرني قدام جزي وتطردني من بيتي كمان يرديك كده يا أمه اختيك عندها يا حق يوه كبرها قدام الجدع فرضان يا أمه ان انا كبرتها المعلم سعيد لو شاما خبر حيصغرنا كلنا واش عيد مين ابعدين استر الهباب دي يا كنة ما قد حبس ورتحنا من وشه وعلى ما يخرج حليني بقى خوين انا غورت من هنا اطلحلح كده ونزل هات فلو طعمية عشام نضيف علي صختك فلو طعمية ايه عمه انا هبقى حذلك بالتفصيل يا اما بعدين عائلة مم بقى هادل سيتارة بالنسبة لك بدتدبسيني في جوازة وتتجوزين غصبنا عني طيب يا سيد تخد رأيي بما إن العريس ما هو مش قررك لوحدك أنا نسيت صحيح سامي قرارات لا هي قرارة واحدة بس يا أخويا وبعدين أنت مكبر الموضوع ليه؟ وأنا دبستك بحقه حقيقي؟ ما كله كده وكده ولما هو كله كده وكده؟ بتقلهم ليه يا دكتور؟ بتتفاشخري على حسي ليه؟ ما تفاشخر؟ إيه عمرك؟ بتتفاشخرت قدام أهلك ولا إيه؟ وبعدين يعني يا دكتور أنت لحقتيني على طول يعني فما تحبكهاش قوي كده أيوة بتقولولهم برضو إن أنا جوزك ليه؟ الله؟ يعني كنت عايزني أقول لهم إيه؟ أخويا في الرضاة؟ يا سنتي أقول لهم أي حاجة في مليون حاجة تتقال لا ده هناك في بيت الأغنية اللي بروحهم مارينة إنما هنا مفيش راجل غريب يخش البيت إلا لو كان أبوهم أو أخوهم أو جوزهم فأنت بقيت جوزهم؟ أنا بقيت جوزهم؟ هم؟ هم؟ مش عارفة أعمل إيه؟ طب إيه موضوع السليم ده؟ الصراحة يعني حلو كده وليقلك وأول حاجة جات في دماغي ولتها على طول ولو كنت عايزني أقول لهم اسمك الحقيقي أنا عادي ممكن أقول عادي لو عايزي يا سنتي ولا تقولي ولا حاجة خلاص سكوتي اتكتمي خلاص ويه موضوع السعيد ده كمان؟ ليه أول ما جات سيرته كده وشي تجاب ألوان؟ معنين فرهضة ومش قادر أحكي بس شكلك فضولي وهتتعبني أحكي لك سعيد النادل الواطي الجبان ده كان عايز يكتب علي غصب عني وآخر خناق بيني وبيني والنس خرجوني من تحت إيدي بالعافية وهو غرف دهية وتحبس وأنا سبت الدنيا واللي فيها وطلعت على أسطوح عم خليل في اسكندرية هيا فيه استفسار تاني بقى ولا رايح جسم المكسر ده شوية؟ قبل بس ما تراحي جسمك معلش آخر حاجة بالوقت أنا طبعاً محتاج أشتغل المفروض بالوقت جوزك يعني ومش هيفع تصرف عليها ما يصحش المفروض يعني المفروض قدامهم إنه راجل البيت أنت كده كده في عناية راجل البيت من غير حاجة نعم آآ قصدي هشوف لك أي شغلانة من عناية من غير أي حاجة آآ بس يعني مش غلانة إيه ما أنا ما بعرفش عمل حاجة غير الطب سهل سهل إزاي؟ مالك يا دكتورة في حاجة ولا إيه؟ أنت اللي مالك في حاجة ولا إيه؟ لا أنا مفيش أنا تمام بس أصلي يعني من ساعة ما دخلنا القوضة والباب تقفل عيننا وأنت مش على بعضك كده يعني أيوة أصلي يعني مش آآ مش طبيعي الوضع غريب برضو شوية يعني في القوضة مع واحدة غريبة وما فيش غير سير واحد وكانبة سرير وكانبة هو أنت يعني خايف مني ولا خايف عليا مني؟ لا مش ده الموضوع آآ أصلا وخايف مني أنا ما بعضش إلى اللي يخربشني ولو خايف عليا منك فأنا واسقة فيك إن شاف كده إن شاف صح تفتكر مين اللي عملها يا سين؟ أنا مش عارف أمه يا سيني قرد ما غيرت فرقها أصلا الوحيد اللي كنت معا جوا في المكتب وكلكم كنتوا في الريسبشن لا مش كلنا يعني مش كلكم عمك دخل للمطبخ عشان يجيب حاجة لابد تهديه وفاروق غارت برا على المشربية وربنا يزامحني بقى أنا عقلي عمليه يودي ويجيب أحد فيهم اللي عملها عشان يلبس إلك أيوة هيعمل كده إزاي يعني ما انت بدولي كانوا برا يا حبيبي انت ناسي إن في باب للمكتب على الجنينة أكيد حد دخل منه ما يملهاش تفسير تاني يا سيني يا هم يا انت يا ست الكل ما فاروق هيعمل كده ليه ما أبوها يكتب كل حاجة بإسمه لا هيعمل كده يا سيني ده بني قدم طمع والطمع وحش الوصائل اللي بوق سايبها بتقول إنها ما تتنفسش اللي بموتت يا جماعة ما ينفعش فاروق ده كان روح فابويا طب حيبقى مين اللي عملها ده بوق الله يرحمه كان رجل طيب وعمره مكان له أعداء وكل الناس بيتحبه الله يرحمه أنا عايز أزوره يا بجحتك يا أخي يا حينا ما قدرت شابوك قولي الكلام ده للذبط اللي هتقبله في الاسم ربع Werف شأن رديع رص repaired بسبب انا اطلع الوحض ياسين الحكومة تحت لازم نمشي حالاً يحيا سيبداً امشي يا يحيا اش هسيبك يا ياسين اشيبك يا ياسين اشيبك يا ياسين يلا سمي يلا سمي يلا سمي يلا سمي واحدة واحدة قلني ما نشف الأكشن لا انا ويحيا كنا بنتكلم عادي مع بعض ما فيش حاجة يعني لو جاي بتسأل على ياسين ياسين ما يعرفش أصلاً ان احنا هنا انا مش جاي اسأل على ياسين ومن انت جاي لي يا حبي الحقيقة يا ياحيا ان انا عندي اقبار مش كويسة احنا جبنا وراء العربية النقل اللي عملت الحادثة وهربت ياسين ولما نيبس تعلمت انا قلت لي ان العربية باسم قالتكم باسم العيل يا ياحيا قالت مين؟ انا مش فاهم حقيقة ياحيا انت قطلع عمر بالعبد عليك شوف هتاخدي معاك وانا مستنيك انا يسف انا يسف لا يسف لا يسف لا يسف عايزك بقى تخلي بالك من نفسك وتسمع كلاما ها؟ شكلك تختفي تاني والله لو عليا مش هزع بيض عنك بلحظة خلني معك يا سين انا عايز عيش معي قريت لو ينفع يلا يلا بوسي بابي عشان لازم نمشي بتتأخرش علي ها؟ حاضر باي يلا يا سامية يلا ايه استنى بس الجو حلو قوي والماء والخضرة والوجه الحسن جو يا سامية يلا يا سامية يلا يا اخويا ايه مستعج القوي كده انت رايح السرك انت رايحة السجن ما تخلاص يا سامية ات ماشي اه الحان يا يا سين اه حلق يوقع قاعدين معك يا ده وقته بقى بصوا بصوا والنبي هنا ولا هنا كده دهداء من ابوي الله يرحمه يا سنتي مفيش حاجة واقع على الارض لو النبي ده من ريحت الغالي يبص عليه بصوا كان ازرق وصغير كده راح فين؟ فين الحلق؟ هتلاقي واقع من الجوة يلا سامية لا لا هو ها هنا انا متوقعت كده لو يلا بص معايا والنبي فين الحلق؟ خلاص يا سامية مفيش حاجة يلا بقى شو فيه جوه يلا ايه وصلت ايه؟ هميله وصلت يا سامية اخيرا يا حاجة وقعتي قلبي اللي جابك هنا اقومي بس الحبد للان يبحقتك اللي بيحصل ليه حياة او لا انا اصدقى شو فيه اخر مرة وانا حر لا اللي بتفكر فيه ده مش هيحصل يا امي انا ما عنديش حل تاني هو انت فاهم ان انت اللي ما تسلم نفسك كل حاجة هترجع زي ما كانت مثلا على اقل يا حياة اخروا وفلوسكم ما ترجعلكم ما حدش فيكم ليه زمن ولا انت ليك زمن يا حبيبي انت مقتلتش من يصدق؟ انا بصدق انا بصدق ومتأكدة ان انت تقدر تثبتها او هتكون فاهم انه سهل علي اللي بيحصل ليه حياة زي ما هو ابني انت كمان ابني بس انا يا حبيبي لو على قلبي ما قدرش اختار ازايد حد فيكم بس احنا دلوقتي لازم نفكر بالعقل العقل بيقول ان انت تفضل هربانك لغاية ما تجيب حقك وحق يه حياة انت لو رحت مننا كلنا هنضيع يا يسين دور على اللي قتل ابوك اثبت برقتك وهتحقق اوعدني ان انت مش هتسلم نفسك اوعدني بس انا مسبتاش اللي مطلقت طاعة منه وغورته من هنا في ايه؟ المدعوق السايد خرج صبعا الخير فستس سايد اهلا انا سليمي قس ساميا انا اعلم سايد كبير المنطقة لها ما نعرف طبعاً يا سامي يا لتلي وما قلت لكش بقى إن كان فيه بيننا كلام وعود كلام وعود إيه اللي تبقى بيني وبينك يا برطبي يا رد السجون ما بقاش اللي أنت كمان اللي بقى فيه بيننا كلام تبقى بين نفسك لها ايدك لو تمد التاني على الأمراضي مش يحصل كويس حي ماشي هعديها عشان خطر البيت اللي احنا بقافين فيه ده والستة الكبيرة اللي عادة دي السبعة دي كده خد عذرك ألا يزنك بروك يا مدام والنبي شاهم والجدع ما شفتنيش بقى وأنا بقول عليك أحلى كلام قدام المعلم سعيد مم حتى أسأل الواتقان؟ لا ما غير ما أسأل قاني ما هو باية صحيح يا أمو أنا أنسيت أقول لك أنا سليم ردني اشتركوا في القناة 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 خليني شوفك بس تعال شوف يا إذا أنت رابا أقول لك غور من ويشي ما تخلي نشف الشيخ اللي فيك دمال يا لك ويا عم يا الله يا الله يا الله يا الله تعال نعم أسلد علي بيه بس اللي حصل فيه واحد من أهل الواد اللي أنا دخلتي في السجن اللي أرحمه مسلم عليك راح مركبلي على أخوانه وجاري تعالش بس هيروح مني فيه تتكلمش طبيعتي أخد فيه عشرة تانيين بس بس أسلد علي تعالش ما تلاقش هكذا كويش تعالش 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 في الوقت وعمل حسابي كاسين جوا أول ما يخرج أو يخفل عنه هيبقى قدامك نص دقيقة هذا رجل غصبر عن أي حد يا حج اخرج 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 انت لدي ورا بلك حج ايه ده 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 حج انت بتقولي يا رجل يا مجنون انت انت عايز تخرجنا من الشقة هترمينا في الشارع في نصاص الليالي باقولك ايه لما لسالك غوره من هنا لحسة ابلغ الشرطة حيجوا مسكوكم وينضافوا الزبالة من العمارة ايه ده انت مش حاسين عايزين نشوفك رجالة طالع خارج عليكم وانا ساكت والله اعلى كنت بتعملوا وايه في الشقة اخرز خالص او تحلسانك احنا مش كده ما تقولش علينا كده من هكليلا من هكليلا قولنا احنا معنا ادا اخوي ياه، انت لسه من انتش؟ مش عارف اسا اني قلبي وكن على امي واخوتي عايز اتطمن عليهم استعيذ بالله بس كده ونام بتلاقيك تقلت شوية في البسل طب نام يا اخويا دلوقتي وبكرة اول ما نركي هروح اتطمن عليهم واطمنك على طول بس نام شوية اوانه بقى لله شدوا حيلكم عزيز جميعا بقى لله يحيا أمر الله ونفس يا باك يا فتاك ايه محمدك جدا جاءت عزي فيها وانت السبب في موتها من رجل الله يا فاروق انت السبب في كل اللي بيحصل لنا لا مش هرد عليك عشان انا مقدر الظروف اللي انت فيها بس انا ماليش علاقة بلا حصل الدكتور نفسه قال انها ماتت موتت ربنا لا انت السبب انت اللي عملت فيها كده وما وده بحصرتها بس مالي انت شو الخاطر يا بس اسمعها كلام اختك يا جملات استهدي بالله مش وقته رعي حرمة الميت هو هو يا عمي ما رعاش لحرمة الميتين والعيشين منك لله امشي من ودي مالي انت شو الخاطر يا بس مش وقته الكلام ده يا جملات ادعيله يا حسن ايه ايه انا مش عايزك تقلق على اخوتك انا هرجعهم بالبيت وعطهم في عنايا بعينك يا فاروق بعينك طول ما انا على وشي الدنيا لحد ما موت لانا ولا اخواتي هندخل بيت انت عايش فيه يلا عمي عميتي يا موتت عميتي عميتي ست ليلة يا مرعية ست ليلة انتوا هنا؟ مفيش حد هنا الشقة خلاص فلت أمو اللي ست ليلة وبناتها راحوا فين؟ ست ليلة الله يرحمها وتعيش انت ايه اللي غبرة تسمي؟ بدت يوم الحاجة؟ مالك في حاجة حصلت؟ البقالي اللي دوكتور شد دهيلك فمين الست ليلة ست ليلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا شكرا ايه ده؟ في ايه؟ ازمة يا لركانك اوه! على حركة ايه ده ايه؟ هاي حركة على كارتينك تمام 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 السلاح في دماغها تمام ايه؟ انت المسؤولة الروحة تمام هاش! اه! صدق ما جاش في بالي انه انت طبعاً انت حبايبة كتير اصله لا مش دي القصة بس الحركة اصلها كبيرة عليك انت اخرك تضرب في الضلمة وتجري فكنت تعرف ان ابو يا كتب وصي قبل بايمون مش كده قصدك قبل ما تقتله وتهرب وانت هتكتب الكتبة وتصدقها انت حد برضه هيتل ابوه فيدي عندك حق اصلها حركة ما تطلع شجر من واحد ابن حرام وشكلها قبل ليلكك مدوراها واحنا ما نعرفش اوه! يا جبن يا واطي انت عامل فيها ذكر عشان انا مربوطة بس انت لو ذكر بجد كنت قدرت على اهل بيتك وكان ابوك الله يرحمه عملك الكبير تعمل اه دكتور الرجل هيموت في ايدك انتفناش على كده اوه! انا جد عام ما عرف اللي امتل قتلت ابوي وراحمة ام معسيبة كفاروط وراحمة ام معسيبة ايه؟ كويس ان انت جيت بسرعة هو فين؟ جوا مع فاروق هو بازرق ماردش يخلينا ادخل معاه ملحق يا سعيد ايه؟ ياسين هيموت فاروق هو يلاوية خليك انت يا سامي انا انا الله مسترين الله يا سامي هيموت فاروق هو هيموت فاروق هو يا غلاء هيموت فاروق ابو ادخل هيموت فاروق ايه؟ 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 ارحمة ام معسيبك ايه؟ خلي عينك يبتع ليه عالش فاين بتحوشني عنه ليه؟ وإيه اللي خلق تكلم سامي؟ الله؟ وفيها إيه لما يكني عشان أبقى جنبك يعني؟ هو أحنا مش اتفقنا الدورك خلص هنا؟ وإيه اللي خلص يا دكتور؟ يعني أنت كنت عايز ناسيبك تودي روحك في دهيا؟ يا سيدي ملكش دعوة دي مشكلة وأنا حلاب نفسي ماشي يا دكتور عموماً يعني أنا كنت بعمل معاك أصول الصحبية وبردلك الدين اللي لك عليا في الرئابتي يا سيدي اعتبر نفسك ردته هنا خلاص يعني إيه؟ يعني تشوف مصلحتك ما اتطول بالك شوية يا دكتور سعيد خايف عليك على فكر خلاص يا سامي ماشي يا دكتور بس يعني خد نصيحة بين واحد بيعزك وباع العيش والملح اللي كان له معاك ما تسيبش النار اللي بواك تسوقك وفكر مئة مرة قبل ما تاخد أي خطوة عشان ما تعملش خطوة ترجع تندم عليها وتقول يا ريت اللي جرم الكات سلامة يا دكتور ما تروق كده شوية بقيت نرفوز قوي يا سامي أنا مش عايز أوراك كلكم معايا يا سامي احنا كلنا في داك موسيقى 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 ايه انت ايه اللي حصل صار وقاخد حبيبة ابن عمك اخد بنتي ليه يا سين وممكن يا باللقاء حاجة يا سين اعتلي بنتي دلوقتي عرفت بقى ان انا لما عوز اجيبك حاجيبك راح بالابوي ما اسيبك الا بنتي يا فاروق ما لها بنتك يعني مش فاهم والبنت زي الفل هي قاعدة قدامي وبتلعب ومزقططة مع عمتها انت بس اللي قلبك بقى خفيف وهو بالحق وانت ما تعرفش صدروايا جاتلي وقاعدت تتحايل علي عشان اخد اعتقد عندي في البيت انت عارفني حنين بس مش ده موضوعنا انا حبيت بس اعرفك ان رهابتك تحت ايدي وبالمرة قلت انبهك بالمرة الجاية لو عايز تواجهني حاولت اقتلني عشان لو ما عملتها اش انت هعملها انا وبالنسبة لحبيبة هيبعتها انت تاخدها من البيت واعتبرها قرصة وين تمام تمام الهراء ستحركت مع فاروق ولمع زين مش سعيد اوه ماش رجال جاهزة اوه جاهزين مش خدوا مطلع لأيوب انا راح خلص مع فاروق باش فضلك موسيقى 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 مليشاتو! اتلا! ما تخاروك دليل؟ غريبة مع ان ايوب ده بالذات موعيده مزبوطة بالشعرة انا مش مرتاح لتأخرهم ده كبير ايه ده بقى؟ شكلهم واسلهم اسمح! اسمح! نزل سلاحك نزل سلاحك نزل سلاحك نزل سلاحك ما تتجنن فاروق شكلها فيها يا غادر تمام يا رجالة تمام خوفيه احنا ما بيتقالي يا فاروق ما قلتش عامل حسابي على خيانه بحتي الكلام ده اتصرف عاق انت عارف انا بطلت الشغلانة دي يا سلام ولا أنا عايزنا أنا لاشيلها والبس مصيبة كتيرة لا خلاص تلبس يا عز خد إنت بقى الفلوس دي إنت محتاج لا ولا فلوس حض الله بيني وبين الحرام معلش ماش سيبهم أنا بقى شوفهم صرف بس إنت خد بالهم نفسك عزين راضي اللي اسمه فروض أه وقت سم ومش هيحلك ما تلقش أنا جاهز ومستنيه طيب وبنتك بنتي هتسافر شوية مع أمها دعلم شما ليه أدراه يمسكني منه تاني طيب يبسا عرف ميني ابن حرام عمل كده لما أخذ يا كبير بس أيوبي بره وعايزك أنا مرضيتش ياجي بالرجالة احترامل للحريم اللي هنا لكن قسما عظما 24 ساعة لو الحاجة اللي تخصني ما رجعت لهيهمني رجالة ولا حريم ولا خلي عليها وطيها إيه ده أيوب إيه إيه ده إيه ده ملعوب وتلعب علينا ورحمة عمي أنا المسخيات اتخذت مني وأنا واقف مكاني مستنيك أنا متأكد إن في خاين في وسطينا أنا هتعمل فيها كده فلوس دي السرق من إيدي أنا هاشتري منك إن في خاين بس الخاين ده مش من رجال دي الخاين ده عندك إنت شوف مين عندك يعرف إن بقول لك يا صبي وأنت تعرف مين الخاين وكده كده أنا فلوسي عندك وإلا أنتو عارفين تمام تمام أنا معاك عداك العيب بكرة الصبح أبعتلك شيء بربع المبلغ وإديني فرصة دي غاية ما عرف مين ابن الحرام اللي عمل فينا كده تعرفه وقديبه من رئابته وإلا بتعرف آه مفيش بيننا شغل تاني يا صبي طول عمر عارف إنك وسخ بس بجاش في خيال إنك وسخ قوي للدرجة دي إيه اللي أنت بتقول لدي يا فرون إنت اللي قلت له على مكان التسليم مش كده قلت المين أنا ماتش حاجة لحد يا سين هو في غيره وأعمل كده لي يا فرون ما هو شغلي زي ما هو شغلك تعمل كده عشان الخيانة في طبعك في دمك صدق يا فرون أنا ما عملتش حاجة ماشي بديني موبايلك وأنا فضيلك بقى نقعد للصبح نجرب رقم رقم ونشوف إذا كان فيهم نمرت ياسين ولا أنا ظلمك بجد عيب اللي أنت بتعمله ده فاروق أنا مهما كان عمك ماشي يا عمي هات الموبايل ونجز خد الموبايل فاروق هون هنكر آه يا فاروق معي نمرت ياسين وأكلمته قبل كده بس مش عشان أقول له حاجة لا أنا أكلمته عشان يقنون يروح يسلم نفسه بقى بدل الهيصل اللي إحنا فيه أدي شوف إزاي صدقني فاروق يا ابني أنا معاك مش عليك تثبت لي خلاص شوف أنت عايز تعمليه وأنا معاك هاقول لك هاقول لك تستعمل يا خليت فهم عن ما سيه ألف مبروك يا دكترة ربنا يفرح قلبك ويبرد نارك كمان وكمان وبجملة الأخبار الحلوة بقى أنا اتقابلت في السنتر إياه مميه العبيد ده اللي مقبالكيش اللي سيه عليها أقول لك اللي هو على كلامه هيق ومميه رأيين أهو مزاك ورأي مش عارف علي إيه فيها من سعين خمسة استماع عايز رو أنا أكتر من كده إيه اخرا سادي أنت وخليك في حالك ما تدخلش في الحوار ده يا سعيد في ملك بس بزرج اللي والله حصل ده يا دكتور ما أرديش ربانا يعني أنت يا أخي ما عندكش رحمة في حد يسيب اللي أخضر ده يترمن إيديه وإحنا بشتفقنا؟ اتفقنا علي إيه بس يا دكتور إحنا لو قعدنا حياتنا كلها نشتغل بالحلال اللي إنت بتقول عليه أمرنا ما نمسك رزمتين خضر زي دول ولا يجوا في يدينا أنتو عالم غاو يا فقر بقى أقول لك إيه؟ ولا تزعل منه ده ألف وفلة هو دايما كده يعضي بعبعي بعبع وننظر على ما فيش صحيح فعلا إحنا طلعنا من أم الشغلانة دي كلها على ما فيش يا سامي هو دا اللي طلعنا بيه من الشغلانة صباع الكفتة ده يا عم بوك ربنا يا كرمنا بالحلال إن شاء الله وهتقول يا سين قال يا ريت يا دكتور شوف أي حاجة نفس أجرب الحلال حتى يا أخي بقية زي الفلة يا سين مش كلها الجمالات حالتها الصراح تصاب على الكافر لا ما هكلمتني دا أنا هقابله بعد ساعتين صراح ما عرفش هيالت لو هي نزلة تبعت اللوكيشن ماشي ماشي أول ما وصلني عبطولك بس ما تأخرش بقى أنا بقى تبقى ما سيفت السكة نعم سلام قد الجمال عشان تهرب بس إن أنا معاك مش عليك حيبان يلا بقى عشان ما نتأخرش على عروسي النهاردة إن شاء الله يبقى الفرح فرحي أو بال في حياتك حبيب كل ورايا عريس بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله من استخاط الله تعالى اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 يا دين النبي اخيرا نلعب معك الزهر يا طارش نحنا تفتح لنا طاقة القادر طاقة القادر يا سعين نفس دي كلها شمال يعني ايه مش هناخدها اما اللي صرقنا الراجل ايه لا انا اخدها بس مش هنصرفها ولو تصرفت هتطلع كلها في الخير بس يا عمي مش دي فلوس ابوك يعني من حقك يا اخ ونصبية كلها حرام يعني تحرم علي بس ما تحرمش علي سعيد ما تخيش بقى ولع في الفلوس دي قدامك لا يبقى هو ده الحرام بعينه هو ده الحرام ذات نفسه اللي انت هتعمله ده في الفلوس يبقى اعتبر بقى ان الفلوس دي ما جاتش بس هي جات سعيد خلاص يا دكتور الاعتبارها ما جاتش هو فين؟ استراحت يا فروق استراحت يا ابناخوية لما اطلع عليها شوية تعياني يقلبوني فيها يا حاج عم حميد مين دول اللي قلبوك انت هتعملهم علي يا عمد ده اللي مربيني الحاج محمود هو اللي مربيني ومعلمني كمان لما حب اعمل حاجة ما خافش يعني لو عايز اقلبك هقلبك دلوقتي وانا عيني في عينك الله يرحمك يا محمود الله يرحمك يا اخوية على ايام ما مكنتش حد يقدر اهوب ناحيتنا دلوقتي بقى كل من هب ودب بطايح فينا عبوزة عبوزة وامورنا يا كبير عايزك تقلب للدنيا وتجيب للعائل اللي قلبوا الحاجة عم حميد عايزك كل يعرف ان عائلة الرفاع اللي اكبير حصل يا كبير دي لاش دي لاش يا حاج عم حميد هاك حيجيلك لغاية عندك دينا نشوف صغف الله العظيم يا رب شيني الاكل ده يلا 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 فتحولنا سهل يا باشا فعون الله يا ولاد الكايم خير يا باشا تسرق منك حاجة اقول ليه ملا بلو وش ولبرع compreh شايل شايل العين ولبرع نقطة شايل العين شايل العين موسيقى انتي احسن الحمد لله احسن انا عايز اعرف دلوقتي طب دكتور انا هستنىك على الباب لو احتاجت اي حاجة لغيني ماشي سعيد انا عايز اعرف من الست دي وتعايز تقتله ليه بغلطة قديمة كالمفروض تخلص من زمان ربنا سامح ابوك بقى هو السبب في كل اللي حصل ايوانا غلطة تخصك انت ولا تخص ابوي انا مش فهم غلطة متخصكش يا دكتور والله ما ايا ما تخصنيش بتكلمني اللي واعيز تقابلني مش وقته الكلام ده يا سين بعدين بنتكلم بتعرف يا عمي انا من ساعة اللي حصل ده انا بجي فهم حاجة هو انت بتلعب مع مين بالصبت وانت عايز تاخد كل حاجة كل حاجة تصد وتؤمن بالله انا اكتر واحد قصرا في اللي حصل ده وقت بترفاعي كله بهاي لمانه كل ده تبني على كتافي حتى الفلوس اللي انتو بتتخنق عليها دلوقت دفعت تمانها من عمري كم ممكن يضيع بدر للمرة عشرة انا ما بتخنيش على فلوس وانت عارف كده كويس انا اتخذ لها شرب شو خليكي مكانك بسيبهاش لوحدها سين بسيبهاش ليه ما تسيبها تقوم تشرب بس انت تعبانة تعبانة؟ خد منها الموبايل ومتخليهاش تكلم فاروق فاروق؟ لا مش هكلم حد مش هكلم حد اسمع كلامي يا ياسين وخد منها الموبايل بدل ما تحدينا في داية انا شوام حاجة يا سيتي دي مين؟ ويعلى خطب فاروق مم أم مين؟ أم فاروق يا سين انا مش فهم السيئة قدرت تعيش العمرة دا كله بعيد عن ابنك كنت بتهدد لو قلت يقتلوني ويقتلوه خدت تمن سكوتي اكتلت وانتلت كنت باخد فلوس مش حنكر بس انت عارف كويس يا عبد الحميد ان مش هو دا اللي كان مسكتني وانت يا ابويا كان بديك فلوس عشان تسكوتي ابوك هو اللي بدأ كل حاجة لما عارف ان يا سيد عايزي تجوزني لفق لي قضية أداب وبعد مقاركت من السجن غصب عليه يقت علاقته بايني بس عم كان الله يرحمه كان بيحبيني قلبه ما طوعوش يهجرني وفضلت على علاقة مع بعض خد لي مطرح بعيد عن النزلة اتجوزني في عرفي لحد ما اللي حصل حصل لقيت نفسي حبلة فاروق ايه بعدين اللي حصل كملي خدوا مني حدة لحمة حمراء وكتبوه باسم مرد سيد ايه دا؟ ابو عمي سيد سيكت ليه؟ ما تكلمش ليه يعني؟ ما كانش يقدر يقول لق لابوك ما كانش يقدر يقول لق لابوك في ويشه بس برغم كل اللي حصل ما سابنيش وفضلنا نتقابل بعيدة عن العيون اللي ابوك حطاها عليه في كل حدة وكنا متفقين يفدوا شغله من شغل اخواته وناخد فاروق ونهرب لاي بلد بعيدة بس ربنا ما كتبلوش عمر لايرحمه خليك زكى يا سينو ما تسبهاش لو قلت لفاروق اللي تعرفه بيشاهد يا غير لما ياخد طرابوه ياخد طرابو من مين؟ هو عمي سيد عمك اتقتل انت فعلا قتلت خجو؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تعريفنا أيضا أيضا كم لديم المترجم للقناة 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 شايلة يا أمه عشان حرفة ميت يمين ما تتحك لي لا أنت اللي بتقول كده ده أنت اللي طول الوقت بتعمل الدنيا اللي حواليك ومهما عملت فيك ايه كنتمسكة بيها وردية بس ردية والحمد لله أنا بس بغضع على خطر منها شوي وعليش حقك على يا سامي والله يا عمر ما أصدت أزعلك ولا دايلك يبقى خليك ما تسافش طب يا ستي لولتلك أننا هسافر وأصبط الدنيا وخليكتي دي هتقولي برضو وسافرش أجي إزاي يعني وبصفتي إيه لا مؤخذة مراتي إيه؟ معلش ما سمعتش مراتي طب تكلم بجد ومجد مراتي وصحبتي وحاببتي كمان بتعيس تجوزنا أنا؟ هو أنا طول يا سامي جانيت واحدة زي كتر ده بظروف واحد زي رادية والله العظيم رادية المهم أكون معاك إن شاء الله لو هنتسجن سوا أنا بحبك يا يا سامي مع إنك تواخد قرار من زمان أنا بحبش تاني ولا أفتح قلبي الحد بس بعد ما شفتك وشفت طبتك وقد عمتك معي لقيت نفسي فجأة بحبك لقيت نفسي بفكر فيك طول وقت في التوحشيني ونفسي شوفك طول وقت طب أنت عارفة أنا ما بتطمين شغل وانت معي إيه اللي هو على كلامك يا يا سين هو بكل ده وساكت يا أخويا لأنا دمي نشفه عما أنا فكر بتحبني ولا ما بتحبنيش ما أنا بصراحة ما كنتش عايز أقولك يا سامي عشان مظلمكيش معي أنا كده كده معاك في أي حاجة طب والله العظيم لو فتحت قلبي هتلاقي نفسك قاعدة مربع جوه أنت بقولك على السر أنا من يوم ما شفتك وانا صدقت إن الكلام الحب اللي موجود في أغاني عبدالبسط حمودة بجد وحق وحقيق ما أقول لي يا بتحبيني الدرجة دي بقولك عبدالبسط حمودة يعني ما بش رومانسية بعد كده طب قلتش لي من زمان أنا عمالة يا أخويا فرحة والجاية أقولك مز مصر راح ومز مصر جيلة ما مصر كلها أرفت وإنت برضو ولا أنت هنا ولا كنت عايزنا أنا اللي جا أقولك يعني لأ ما علش أنا برضو ستة وعندي كرامة كرامة يا سامي وفيه كرامة من اتنين بيحبوا بعض على أولك طب جد هتخذني معاك بلاد بره بقى وهتتجوزي بحق وحقيق يا سامي هافل الكرامة لك هدمن شوية لا ده كان زمان من جملتين فاتوا أنت دلوقتي يا حبيبي وأتكلم براحتي وبعدين بقولك بسم عبد البسط حمود داني يا سامي هارجع في كلامي والله لا لا خلاص خلاص نسمع حمائي هي يا أخويا جهدني على مال أوشي ليه ممسيك يا سامي شبكتك شبكتك؟ يا لهوي هيوكم عليها بالفرحة يا أخويا يا سامي يا مهارس وضع الحلاوة عجبتني إيه دي شبكتك مدخلتش عالتنا قبل كده عالتنا؟ دي شبكتك مدخلتش حداتنا قبل كده سيف ليها بقى فينا عشان الناس طبس نشوف الزوجه والنبي سنتي كفاف ولا رحفاق انتبس المحبس بس لا بقولك ايه ما انتبس المحبس ده لما نسافر ونعمل كل اللي انت عايزها مماشي يا أخويا مبروك عليك يا عروس الله يبارك فيك يلا يلا ايه يلا شو الصف هتوديني فين اوديك البيت لا اروح البيت ازاي بالتهمة دي؟ ما انت مجرب؟ ولا نسيت؟ صح رب هتعملية هتشلية فين؟ ودينا عد جمالات ماشي بس فكريه وايه بتنقل تاخدها احسن تنسيها ولا حال؟ ما تقلقش مفيش ست بتنسى شبكتها يا أخوي طب يا الله سلم بقولك نعم مش حاسس ان انت تأخرت قبل في الخطوة دي يا أخوي صح خلاص 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 بالنبي خلاص بالنبي خلاص بالنبي نعم ما ترمي نفسك من هنا كده وتقولي بحبك عشان يبقى ختمها مسك ما ترمي نفسك انت يا سلم انا اللي ارمي نفسي؟ ايه وانا احمد الساقة ولا ايه؟ طب يلا بطالي الامار يلا يا اخوي ايه اماد اماد راح في ايدي البيب البيلك ده كمان ارو مش ان القوانة حاسب بقه ولا ايه سيبنا روح لحالة يا فاروق ويا دار ما دخلك شر ما دار دخلها الشر خلاص من ساعة ما قتلت أخوك أبوي اللي فاهمتوني أنه مات موتت ربنا وهو دمه مغرق إيديك عادي مضيفة يا فاروق أخو محمود الله سامحوا بقى أنا مليش دعو أنا ما عملتش حاجة في رحمة أبوك أنا ما كنت أعرف محمود نوى يعمل إيه في أبوك ومحمود راخر اللي كان عايز يقتني ما تصدقهاش يا فاروق ما تصدقهاش أنا كنت أعيز أساعدها كنت أعيز أديها فلوس عشان تعيشها محترمة كنت أحاول أكرمها على خينك لا أميلك ده فقراس يا عمي مش هنساولك دين فرقبتي ولازم يترد لك أنا مش عايزك ترد لي حاجة فاروق سيبني أمشي يا ابني واني بقى خلصين يسيبك يا بجحتك يا أخي وانت كنت سيبتني في حالي عشان يسيبك قتلتوا ليه؟ قتلك مش أنا محمود هو القتل عشان كان عايز يسيبني ويمشي أنا ما عملتش حاجة قتلت عمي محمود ليه؟ عشان كتبني كل حاجة ولا في سبب تاني أنا معرفوش فانت بتقول ليه يا فاروق مين قالك الكلام الفاضي ده؟ نسمع نسمع هي اللي قالتلي على كل حاجة بالآخر عمي كل اللي انت كنت مخبيه جي لغاية عندي واقع في حجري انت كنيجي في خيالك يوم ان أنا أمي ممكن نتجمع تاني بعد كل اللي انت عملته عشان ما عرفش الحقيقة مش أنا برضو محمود هو اللي أصر يبني عنك الحقيقة أنا ما عملتش حاجة آه ما نعارف هو محمود بعمل كل حاجة انت بريه ما عملتش أي حاجة برضو مجاوبتنيش قتلت ليه؟ عشان ظالم ومفتري وعمر ما نصفني كنت اياد له صوبة العشرة شالمية وبردو مفيش فايدة وعلى يدك كن بيدور زي هزان ونقلي مني قدام اللي يسوق اللي ما يسوق وش معنى اللي نتهى شن الخزنة فاروق محمود كان لازم المنتقى بل ما يقولك اللي ما كان الخزنة أخص عليك قتلت أخوك عشان سويت ورق قتلت أخوك عشان حين عليك يا سيدي واتم عشرة التعبين دول إزاي تحقق حقق ليشت عمر كل علشان هشتبك لي علي طبع اعطي عليك كوبة أبويا لمنعني مني بعد كده محمود طبع أبويا خلاص فروغ حياة ايه أنا طلعت من ملك بالحمة تقول وانت خدت كل حاجة عايز يتاني عايز ترى أبو ترى أبو ياخد بالماء خلاص أحمود مات أقول لك فروغ اعتبالي أنا أخد لك حقك والله أم أنا ما بقيتش عارف أغدي جمالك فين بس أنا مش عايز أتعبك معايا حقي أنا عارف أغضب نفسي بتعمل يا فروغ بتعمل يا فروغ لا يا فروغ لا لا يا فروغ اه كل شيء ترى الحمدلله على السلامة يا كمية الله يسلمك عاجوسا طب من يحور الحكومة ده ايه؟ عادي ولا في نوش ولا ايه؟ لا لا عادي عادي هو وراء الأمر كبيرة كده هبقى فهمك عليها بعد ايه؟ على فكرة يا كبير الست ناهد كانت هنا النهاردة شفتها ماشية كده متلهوجة بس ما عرفتش في ايه يعني خرجت راحت فين؟ ما عرفش أنا حكيت لك كل اللي عرفه طب ايه قبل تليحية؟ لا كان مشي قبل ما تيجي بس أنا حكيت لها لأنا عرفته انا مش فهمة ازاي الناس بتور عليك ان انت قاتل عمك ما عدش بيقول حاجة يهل الاخترع كل ده من دماغه وقل لي خليه يعمل كده يا فاروق حضرتك فهمة ان باعترافك ده ممكن يوديك الفين؟ اعترافك ده ممكن يوديك الحبل المشنقة يجيب لك اعدام فهمة؟ فهمة طيب اللي انا عايز اعرفه ايه اللي خلاكي تيكي تعترفي دلوقتي؟ على حد علمي الجريمة فات عليها فترة النصيب يا باشا كل غلطة هجي لنا وقته تمنها يتدفع تمام طيب الجريمة حصلت ازاي وعرفناها؟ اللي انا عايز اعرفه دلوقتي ايه تدافع؟ ايه اللي خلاكي تعملي كل ده في الراجل ده عشان تقتليه؟ افترى علي يا باشا افترى علي هو اخو من سنين بس ادقت ديكي فرصة عشان انتقم وده اللي خلاكي تلفقي الموضوع لابن اخوه اللي هو اسمه ياسين بالضبط المهمة دلوقتي ان فاروق بريق ما ينفعش تحسب على حاجة هو ملوش دعوه بيه لا ما عليش عشان ما توشي من حضرتك مين فاروق ده؟ ابن 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 جوزة اللي هيرحمه اللي هو اخوه عبدالحنيد لا ما تقلقيش خالص على حد علمي فاروق لسه ما تقبضش عليه ولو تقبض عليه بيعترافك ده هو كده مش هيبله اي دخل في القضايا ويطلع براء تمام وليلي عندك اي حاجة عايزة تفعل المحضر؟ لا خلاص انا قلت كل حاجة تمام ديه واحدة هخش اشوفها لك وده هو خرج على مطلق ما تنجز يا متر ولا ادخل اشوفها انا بنفسي ايه ده فاروق بيه ما تقلقش ديه التليفونك عاجوز عشان ممكن ميردش عليها تفضل اجميل ده اللي شغل مع فاروق ما تردش عليها لا ما ردش عليها هيا 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 فاروق رحمة ابويا لانا قدمك على اللي انت عملته ده لا ايه ده كده عشان اعرف افهمك انت هتفضل تناعر هقفل السكة في وشك لقيت امك ولا لسه امي فين ايه يا هيا ست مستحملتش عليك تبقى في اي لبش مع انك متبر منها ومش عايز تقول لحد انها امك وراحت تعترف على نفسها طلعت اجدع منك ماشا ايه يا هيا حسابنا بعدين ايه عملت ايه مادم نهد موجودة جوة حطوها في الحجز بعد ما خرجتنا عند الزابط المباحث طب انا عايز اشوفها مش هينفع خالص دلوقتي الزابط المباحث منع اي حد يقابلها بانها واضح انها قالت كلام مهمة ايه ان شاء الله هنقابلها الصباح ايف سعرف دلوقتي انت مقريف ليه كل حاجة حصلت زي ما انت رسمها بالزبط اللي انا عليك يا اخي انت عارف فاروق ده مجنوب ممكن نعمل فيك اي حاجة بصراحة يا اخ يا باشا الدكتورة عنده حق ما كانش لازم تروح انت بنفسك تعمل فيه البلاء او كده اكنك بتثبت على نفسك بعم يا سعيد وانا كنت شغال بتاع بطاطة هفاهمك دلوقتي المهدر اللي متقدم ده متقدم باسمي يعني فاروق لو ازه شطانه وحب يعمل اي حاجة هيلبس هو وهو مش غريف اه صائعة دي تعيني عليك يا دكتورة وعلى دماغك السمي وانا اللي كنت فاكرك بتضحي باخوك علي ان اعمى خسرت السنين اللي انت ده يعطاها في كلية التب صارتها فعلا بس يلا مهلش بوم باقي حدبتها مش عايز اكتبت في المكتب يعني حاول تبت هنا ولا عمي جبلات خلينا بقى نطمر عليك معلش يا حبيبي ما تقلقش مش هيحصل حاجة خلينا نشوف بس الموضوع ده يرس على ايه عشان نشوف احنا نتحرك على فيه اه طب ما انا كلمتك في التليفون ساعتها مستنجدتيش بيا ليه كانوا بيه هددوني بالسلاح ما عرفتش انصرف كده بالرمم خلاص يا فاروق اللي حصل حصل انا مش هسيبك تعملي في نفسك كده ما هاون المباحث جايد دلوقتي تغيري اقوالك كلها مش هينفع انا اطرفت بكل حاجة وهم اكيد هيتأكدوا من كلامي بس متقلقش ما جبت سرطك خالص قلتولهم ان انا عملت بكل حاجة بواحدي بس انا مش هسيبك تروحي فيها اكيد في عدل لما الضبط سألني عليك قلتلهم ان انت ابن جوزي مش ابني لو اي حد سألك انا كنت عايشة معاك ليل الفترة اللي فاتت قلهم انك كنت بتعطف علي اكراما للذكرى ابوك الله يرحمه مالك بس اي جات من عند ربنا هين والفضيحة اللي كنت خايف منها هتموت معايا امي امي ششش حبكت تفتكر ان امك دلوقتي خليها خلدي زي ما كنت بتقولي قدام الناس انا مكنتش عايشة حاجة منك يا فبو خدوك مني وانت عايل بترضع مالحقش اتهنى بيك ولا اسمعك كده ما اللي كل ست بتحلم تسمحها من دونوه مكنش اتخيل انا حافظة عايشة لليوم اللي تعرفيني امك علشان كده لما حصل كان كل امري في الدنيا ان انت تعودني على السنين الطويلة اللي اتحرمت منها انا اقول لكل الناس انك امي دعائك مبقاش ليها لازمة هتقذي نفسك وانا استحمل اي حاجة في الدنيا غير ان اشوفك بتقذي نفسك بسبب بتعرف كاني بتيج عليها ساعات اقولي نفسي صحيح هو خرج للدنيا من بطنك بس انت لا ام ولا هو ابنك لا ربيتي ولا اكلتي ولا عايتي مع سنين حياته هو بيجبر فقلاص بقى زعلنا ليه لا انت فرق معي ولا هو فرق معي جي بس دلوقتي اتأكدت ان انا كنت بصبر نفسي عشان متجننش و اول ما عرفت ان انت في خطر جريت زي المدنون عشان ابديك بحياتي زي زي اي امي ما فرقتش ابنها لحظة من يوم متولد هايك علي يا امي هايك علي خلي بالك من نفسك يا فاروق خلي بالك من ولد محمود مش هيسيبوك في حيالك خلي بالك منهم كلهم و اولهم اللي في بيتك يحيا دلوقتي هتلاقي نايم في مكتبه ساعة بالضبط و اتخلص سلام ايه دا طب طب منيني دلوقتي لسه تعبانة لا احسن الحمدلله طب انا هنزل عدحت في الهوى شوية هو انت عد نامي ولا صحية لا هنم هنم دلوقتي طريق لو احتكت اي حاجة كلميني انا طول اصبع على اخي موسيقى موسيقى ابتτιا موسيقى 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 خلي ياسين يلحق يحيا فاروق ها يموته يا جمالات انا نزلت خلاصة اهو كلمتك تاني اقول حاجة طب با في حاجة اكلمينه سلام مش قلت ان المحضر هيحمي يحيا وفاروق مش هقدر يعمل له حاجة ما عملتش حساب ان هو مجنون ومش فارق معاه هاجة انا حد حلوات بازة فيش وقت بقى اقول لك يا دكتور ياسين انا الفار بيلعب في عابي طب زكية احس ان الكمين ده مش معمول لي يحيا معمول لي كنت ازاي يعني بصراحة كده الموضوع ده كله مش داخل دماغي مش مرتاح بتفتكر سعيد رؤية ممكن تكون اشتركت في العابة ازاي دي مش مراته ومكتوبه على اسمه بعدين يا بيه البت لما بتطلع من بيت ابوها والاقى كله ببلغوزة ايه بس رؤية دي اخد الصغار اللي نعم بربيها متعملش كده الموم خلينا برضو ناخد احتياطاتنا اطلع انت بص على ايحيا وانا هستنك هنا ايه يا شهر خلي بالك ها موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه يا فاروق في ايه بتبقيني لاخواتك يا رؤية ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا فاروق انا مش فاهم حاجة تكدابة انت فاهمة كل حاجة كلمت اخواتك تعذريهم ولا لأ اه كلمتهم كنت عايزني عامل ايه يعني اعرف انك عايز تقتل اخوي وقف اتفرج اخوك ده خطف امي وسجنها والتاني كان عايز يقتلني بدل المرة مرتين اخواتك قعداء يا رؤية وانت عارفة كده كويس وانا مليش دعوة بالبينك وبين اخواتي يا فاروق بس انا مش هتسيبك تقتل حد فيه ما كنتش هقتله انا ما كنتش هقتله انا بعمل كده عشان اختبرك انتي اشوفك بتحبيني فعلا ولا زي امي ما قالت بس انا مخنتكش على فكرة اللي ااخد صفحة دوية ما بيخدني وراحمت ابويا دولة اللي في بطنك كنت تصرفت معاك بشكل تاني انت بلغته استاذ ياحي ان انت هتقبل الودة خلص اكلم على طول خد يا دكتور خلي ده معاك من باب الاحتياط ليس عيدا انا شبحتاجه خلي معاك اسمع من اخوك ما تضمنش عائل واسخ زي ده يا مرتب ليك ايه شكله هو ده برضو ما جبتش الود معاك نتفل الودة بعدها باندك على طول في ايه الحاجة اللي قلت هتجبها معاك موجودة خليك في دهر يا دكتور يا سيء نزل يا حبيب البتاع اللي في ايدك ده بلا شابل خلينا سلم على ابن عمي اللي وحشني انا مش جاي اتخاني ولا جاي اعمل مشكلة انا جاي اقول كلبتين وكل واحد فينا يروح لحال سبيله خليه نزل الفرد اللي في ايده ده عيب مش عيب تبقى دكتور محترم وملوه ده ومك وتغطف عائل صغير عشان تيلوه ادراع ابو الغلبان ما لغلبان ده قتل قتل ازايك بالزبط ولازم يتحاسب طب ما انت كمان قتل وقتل ترضى ان حد يخطف بنتك عشان ييلوه ادراعك انا ما قتلتش حد وانت عرف كده كويس انا ما عرفش غير الكلام اللي بتقوله الحكومة والحكومة بتقول ان انت قتلت بدل المرة مرتين انت برضو مجاوبتينيش ترضى ان حد يخطف حبيبة ما تدخلش حبيبة حبيبة ملهاش دعوة باللي بنا وقال ابن عجوزة له دعوة باللي بنا بالوقت يرجع بيته لله دي وعجوزة نفسه ما عدش له دعوة بيه ما عدش يتعرض له انت جاي تملش روتك علينا طب ايه رأيك بقى مش هيشوف ابنه اللي لما يروح يعترف بالحقيقة ويبرق الدكتور يا سي ايه رأيك يا عجوزة انت حب تروح تعترف عليها انا فتيج برعابتها كبير بس تصدق بقى لو راح واعترف علي مش هقدر قلومه ما قدرش ياجي جنبه عارف ليه عشان اتضنى غالي بس انت كمان يا دكتور يا سي اللي لازم تبقى عارف اني محدش بيتعيد من مرتين يعني هي مش فاهم يعني هي مشنقة وحدة وهتعلق فيها مرة وحدة سواء كنت قتلت نسمة لوحدها او قتلت حبيبة معها لو لما استشعري من حبيبة فرو هقتلك ولو ابن عجوزة ما بتشوف بيتهم اللي لا دي يقول على بنتك يا رحمان يا رحيم على فكرة بنتك عندي في البيت دلوقتي غطفت حبيبا امها ليه ولا قلبي ميت زيك عشان اعمل كده حبيبة عندي في البيت هي امها بس انا مغطفتهمش دون جم من مزاجهم اصل انا وهند اتفقنا نتجاوز اللي انت فتورتها والله عليك حقا ما تصدقش بس هو ده اللي حصل انا رحت الهند وطلبت ايدها وهي وفقت اظهر ان الهند كان عينها مني من زمان بس انا اللي كنت عويت ومش واخد باني ترجمة نانسي قنقر تم نقشوح سائل موسيقى 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 المترجم للقناة 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 ايه دا بس يا فندم؟ مين حضرتك؟ أنا بالولد اللي اتخطف من المخروبة اللي انت مدورها دي مستحيل يعني ايه اتخطف؟ أكيد في حاجة غلط ايه الحكاية يا دكتور؟ الأستاذ مراته ولدت عندنا بقى لها ثلاثة ايام بيقولوا ان ساحرة منهم مليتش الطفل جنبها انا عايز اعرف ابن فن دلوقتي حالة ايه دا بس يا فندم؟ انا مقدر الحالة اللي انت فيها بس ايه دا عشان نعرف نتصرف؟ يعني انتوا بيقولوا الوقت اللي انا بتمناه من الدنيا وتقول ليه دا؟ أرجوك حاول تتمالك عصابك عشان نعرف نفكر عند الطفلة كانت طول الليل في المستشفى واختفى النهاردة؟ تب تسألنا أنا؟ ما تسأل الحرمية اللي انت بشغالهم؟ طيب ايه دا بس عايز كل اللي كانوا شغالين مبارح في المستشفى يبقى قدامي حالا تفضل وأنا هتصب البليس حالا خلاص يا فاروق حالا أنا عرفت المالات فيه؟ فيه؟ ما ياسين كنت بتأكد ان انت كلمتين عشان سلمين الفاروق بس كنا عندي عمل لآخر اللحظة ان هطلع غلطان ابني فين؟ ابني اللي خطفته هو حتة لحمة حمراء وديته فين؟ ابني اللي خطفته ايه الجناء اللي انت بتقوله دا؟ ايه رؤية اللي بيحصل ما تفهميني؟ حبيبة فين؟ حبيبة كويس يا سين ما تقلقاش عليها وابنك كويس يا فاروق تقلقاش علي ايه دا؟ مالي احنا جايين هنا نعمل ايه؟ يحيا انا عايزك تساعدني في حاجة بس لازم يفضل سر ما بيننا حاجة ايه؟ طب اوعيدني انك مش هتقول لي حتى ولا حتى يا سين ما تقولي لي محتاجني فيه؟ طب احلف برحمة بابا وماما برحمة بابا وماما تكلمي بقى لقتيني طيب بس انا اخدت قرار ان انا اول ما ولد ابني انا هيزبعد عن فاروق تتطلعي منه وتغضي الحضانة ها؟ بالضبط كده بس قبل ما دا يحصل انا وانت لازم نتفق على حاجة خلي بالك من موشن خاطري ها؟ واول ما تسلميه وخليه كلمني ايه طمني والنبي اتلس 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 اكتل فاروق انا مش لقيها الوالد مش لقياها يعني طب على جاي حالة وبعدين كلمتيني وكذبت علي قلتل They Chevy ععملها علشان تنديك حبيبة كان لازم يلاقي طريقة جيبك بيهاين هنشان تعمل حاجة الى هتريح علي احنا كلان حاجة إيه تقتلوا يا سيني قاتل مين؟ قاتل فاروق وده الحل الوحيدة شنرجع نعيش في السلامت هني يا سيني كل حاجة مترتبة انا وابني هناخد الورسة اللي بابا كان سايبهن مع فاروق ويحيى وجمالة انا هتزيون حقه ونرجع نعيش تاني في البيت زي ما كنا زمان يا سيني يلا يا سيني يلا انا مش مصدق نفسي انت مين طب وانا فكرتش فيه اللي هيحصل لما اعمل كده يا سيني احنا مش هنكذب على بعض انت بقى لك سنة ونص بتحاول تزبط براتك ومش عارف انت لازم تهرب لازم تهرب يلا وانا كل ده عايش مع حيا وانا معرفش فاروق يبعد عناه يبعد انا بس عايزة اسألك حاجة لما انت عرفتين مش انا اللي قدلت ابوي فضلت دايزيني ليه للدراجات بتكراني طول عمرك مين قالك ان اعملت كده عشان بكرهك قبل عشان ايه القدرة هو اللي حطنا انا وانت على كفتين ميزان وكان لازم كفة فينا هيا للطب يا روح ما بعدك روح زي ما بيقولوا فاروق فاروق نازل سلحة فاروق نازل سلحك احنا مش مصدى اللي احنا وصلنا له ازاي بقى دا حتى كان باين من الاول ان حد فينا هتكون هايته على ايد التاني انا المفاجأة بالنسبالي في اللي عملته رؤية اقزلوا يا زين اقزلوا يا زين يلا فاروق نازل سلحة نازل سلحة فاروق فاروق ونزل السلحة رؤية 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 اخلي شراياتي بقية رؤية رؤية وقم الاسعاف رؤية 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 ايه 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 رؤية 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 اشتركوا في القناة 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 انت قلت في تحياتي الشرطة انك قتلت محمود إبراهيمي السيد الرفاعي عمك الكلام ده حصل حصل انا اللي قتلته ياسين ما عملش هاجة طب لو انت بريء زي ما بتقولي ليه هربت من الأول انا مخططش للهرب انا فكرت يعني ممكن اعرف هزبت براتي او انا برا طب وعمك التاني عبد الحميد الرفاعي انا برضو اللي قتلته بس فيه ستة تاني اعترفت بالقتل والتحقيقات اثبتت انها كانت موجودة في موقع ارتكاب الجريمة في نفس الوقت اللي اتقتل فيه عمك هي كانت موجودة فعلا بس انا اللي قتلته هي سعدتني بس ياسين كان فيه اي مشاكل بينك ومن عمك عبد الحميد الرفاعي لا خلص انا عارف انك اتبرقت من قتله بس عايزك تفسر لي حاجة موجودك في موقع ارتكاب الجريمة يومها صدفة؟ لا مش صدفة بس انا كان معمول كمين ايه اللي خلاك تحرد المضع محمد احمد السيد الشهير بعجوزة على قتل نسم الشغالة انا ما عرضتش عد انا اللي قتلته بيدي كنت عارف ان ما عدد البلاطة؟ اوه عشان كده سافرت ادور عليها هفه انا كلها انا 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 اشتركوا في القناة 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 ماشي الحمد لله على السلام الله يسلمك الولد نام؟ اه خلص البيبرونا بيحاول نام طب انا هطلع له تعالي يا حبيب يا سيني كنت عايز اعتذرلك على كل اللي انا عملته انا غلط تفحقك كتير ممكن تسامحني وننزل اللي فات خافيش هي عند انا مسامحك اتي برضو في الاول والاخر ربما حبيبا خلي بلك من نفسك وربنا وفاقك ربنا وفاقك انت كمان عنسنوكم طب اتفرج انا عالبيت ده عايز له ست ايام حالما الواحد يشوفه متهيقلي جي وقت الليمون ها ماشي اسامحها ولا بلاش سامحها مش عادة كنت مجوزها زي اخوين معصاصة قوي يعني مش فادي فيك يا ساميح وحشتيني يا سلام مش ها جاملاتش بعت والله بسلم يديكي مش عادي معقولة ده انت مكلتش طب ما وحشكشي اكلي وحشني طبعا بس والله شبعني بسلم يديك يا حبيبتي كفارة يا دكتور ياسين علي النعمة الدنيا دي ما كان لها اي طعم من غيرها تعيش يا سعيد ياسين ياسين نعم يعني ايه كفارة اه كفارة يعني حمد الله على السلامة بالروسي بس عمك سعيد ساعتي انسى العربي ها 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 قول لي بس عين او انت تجوز ان شاء الله انت ولا مستنيني نسبقك انا وسامي هايوة يا اخوي نسبقه ما احنا الاول وماله احنا كنا مستنيني كما تخرج بالساقص دي يعني ترجع بالسلامة ونرتبها سوى انا وانت انما انا بالنسبالي كله تمام الشقة يا دوبك هتاخد مني شار وهتخلص انت هتتجوزه بسوس صح؟ حلوة شقة بسوسها يا حبيبية شارحة كده وقرفتها حالوة هي مش محتاجة غير وشين باية عالسريع وبالنسبة للحمامات اللي فيها انا قسارة وحط فيها شوات سراميك معتبرية والعافش كله جملات تختاره زي ما هي عايزة يعني مش محتاجينها اكتر بين كده ربنا يبارك ان شاء الله طب ويلي خليك تستنى شهر على ما توضى بالشقة ما تتجوزوا على طول في شقة جملات لا ليه الشقة طب احنا ممكن نتجوز ونقعد هنا في البيت ده بعد اذن اخواتي طبعا يا جملات مش قلنا نتكلم بعدين مش جاهز فيش حد يقعد في البيت اصل هو صحيح يا سيني الكلام ده انت فعلا عايز تسيب البيت والله يا جملات انا انا جاهز اسيب كل حاجة مش البيت بس ما قلنا بعدين بعدين ليه على فكرة سامية وسعيد ما بقوش غرب دول من العيلة وعارفين كل حاجة كمان مقصدش قوليك يا حبيبة ما تقوم تشوف النونو كويس ولا اقو تيجي تقول لنا بتوزاني وباينة قوي على فكرة ولعب ما عفشيك تبعليك خالص بس حاطف طب يلا يا لهم ضب يا جملات انت رايك ايه في اللي بيحصل نعمل ايه انا شايفة يا سيني ان احنا محتاجين نفكر بهدوق شوية ومالاخر كده يعني ان الله غافر ونرحيم حتى بعد ما عرفتي الفلوس اللي جاية من شغل مش مظبوط وانت يا حبي ايه رايك والله انت حر طبعا يا سيني هل تشوفه بس انا بعد كل اللي حصل ده ما اعتقدش ان انا ممكن اعط في البيت وانت سعيد ايه رايك دي حاجات بينكم وانا مقدرش اتدخل فيها دكتور انت خوات لما انا بالنسبالي اي حاجة انت هتقول عليها انا معك فيها يا صاحب وانت يا سامي شايفة ايه انا كده كده معك على اي حال يا اخوي البيبي صحي وبي عيط انا جاية خليك يا جملت خليك انا وما اشوفه او دي كميلي اكلك شكرا مش يا سيدي على قد ان انا بحصدك ان انت لسه مش فهم اي حاجة على قد ما انت صعبا عليها اقوى في الظروف اللي انت اجد فيها دي تعرف ايه اكتر حاجة مخافني ايه دي انت اسئلتك لن بتكبر اقولك ايه احكيلك ايه عن امك وبوك مش هعرف عارف ليه عشال الحقيقة مرعبة بس مش هتون عليها برضو تعيش وانتش هلاحمله فوق كده فكتل عمرك اصلا دايما الكتب وتغميد العيون ما بيكملوش للاخر اندلل قدامك يا سيدي خالك فضل طول عمره عايش مخبي وكاتب الحياة جوه وقلبه طول عمره وفي الآخر ضربت فوق الشوف كل اللي حواليه بس انت عارف يا سينا نفسي في ايه نفسي غمض عيني وفتح علقي كل اللي حواليه ده ما حصلش علقي نفسي بحلم مش مضطر اختار لكل اللي حواليه علشان طلع فعلا الموضوع صحب قوي قوي يا ابني الطرير مرسوم من قبل أن أو أنت ملّيجين لانت الدنيا مش احنا اللي بنختار اسمع عسين انا هسألك سؤال عايزك تفكر فيه كويس قبل ما تجاوب عليه لو تحطت في موقف وكنت مضطر انك تعمل غلط عشان تحمي ناسك واهلك هتعمله غلالقب عيبك انك بتحكم عالدنيا وانت قعد مكانك يمكن لو ربنا اراد في يوم من الايام انك تبقى مكاني تفهم اللي فشلت طول عمي اسرحولك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة